أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية ما هذا اللفظ وما تعني وأي شيء حرية فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية آسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية لا تملك سيفا أو قلما لا تحمل فكرا وهوية وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية فنذرت لئن أحيان الله وكانت بالعمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية وقصدت نوادي أمتنا أسألهم أين الحرية فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية ستفجر فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية هل نحن نعيش زمانتي وذل نكوس ودنية إن الحرية أزهار ولها رائحة عطرية وذهبت إلى صناع الرأي وأهل الصحف الدورية ووكالات وإذاعات ومحطات تلفازية وظننت بأني لن أعدم من يفهم معنى الحرية فإذا بالهرج قد استعلى وأقيمت سوق الحرية وخطيب طالب في شمم أن تلغى القيم الدينية ووقفت بمحراب التاريخ لأسأله ما الحرية فأجاب بصوت مهدود يشكو أشكال الهمجية الحرية ليست وثنا يغسل في الذكرى المئوية الحرية لا تستجدى من سوق النقد الدولية إن الحرية أنتحيا عبدا لله بكلية وفق القرآن ووفق الشرع ووفق السنن النبوية إن الحرية أزهار ولها رائحة إذا مات محفت إلى غاية فكبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بها تهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها والذكر كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستدر موسيقى ودمدمت الريح بين الفتاة وفوق الجبال وتحت الشجر فعجت بقلبي دماغ الشباب وضجت بصدري رياح أخر وبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلب ركوب الخطر وأعلن في الكون أن الطموح نهيب الحياة وروح الفطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع برنامج علمتني الحياة برنامج أنقل فيه بعض أفكاري وبعض ما تعلمته من أخطائي قبل أن أكون تعلمته من صوابي وجعلت لكل حلقة موضوعا أستعرض فيه التجارب والأفكار والكتب والقصص التي أثرت في حياتي وتعلمت منها وحلقتنا اليوم حول الحرية هذا المقدس العظيم الذي للأسف تركته الأمة وتركه الناس وصار نادرا في البشرية حديثي سيكون حديثا حول مفهوم الحرية بشمولها ليس فقط الحرية السياسية وسأتحدث لكم عن معاني في الإدارة ومعاني في الحياة كما سأتحدث عن بعض من معاني الإسلام في فهمه لقضية الحرية دعونا ننطلق ونبدأ بالمبدأ الأول أن الأمم الضعيفة المستعبدة تجد أن حرف لا قليل الاستعمال فيها لما عشت في الغرب وهذا جزء مما شكل حياتي الحقيقة أنا عشت في الغرب فترة طويلة وذهبت للغرب وعمري 17 سنة فشكلت حياتي وتعوت فيها على الحرية حرية سياسية ننقد من نشاء ونحن أجانب على ذلك البلد يعني لسنا من أهل البلد ولا جنسيتة ولا هل نتكلم كما نشاء نقول كما نشاء طبعا هناك قوانين تحكم سنتكلم عنها لكن تستطيع أن ترفض تستطيع أن تقول لا ولما رجعت حاولت أن أفعل هذا فالناس تستغرب مني يعني كيف تقول لا أقول لا وبملء في هذا الجزء من حياتي جزء من تشكيلتي لا أستطيع أن أعيش عبدا عقلي ليس للبيع حريتي ليست للبيع أنا حر هكذا خلقني الله وهكذا سأعيش وأتمنى من الشباب بالذات أن يعرفوا أن الحرية لا تقدر بثمن في عهد الحرية يولد العمالقة بينما في عهد الاستبداد يولد الأقزام أنا كنت أتحدث مع واحد من الأمراء فأقول لا اسمع مني جيدا والله ما ينفعك الذي يعني يتملقونك سم طال عمرك حاضر كله تمام يفند والله ما ينفعونك هؤلاء أقزام ينفعك هذا الذي يمسك بجوادك ويقول إلى أين أنت ماشي في طريق خطر هؤلاء يجب أن يكونوا أحرارا في التعبير هذه الحرية حرية عظيمة جدا وتولد العمالقة وسنتكلم عن هذا المعنى بعمق ومن الأشعار التي أثرت في حياتي بل شكلت جزء من مبادئي وقيمي من جميل شعر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أمطري لؤلؤا جبال سرنديب سرنديب هذه جبال يقال أن نزل عليها آدم عليه السلام وفيضي آبارة كرورة تبرا فيضي بالجواهر بالفضة أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا الإنسان يخاف ويتذلل من أجل ماذا من أجل القضيتين الرزق والعمر الحياة أنا إن عشت لست أعدم قوتا وإذا مت لست أعدم قبرا ما أخاف لا على رزق ولا أخاف على حياة فالرزق والحياة كلاهم بيد الله لا سواه همتي همة الملوك على فكرة الملوك لهم همة غير عادية لأنهم من أجل المحفاظ على الملوك أن يسهروا الليلة والنهار ويتابعوا كل شيء ما يستطيع تكون أصحابهم ضعيفة يضيع منهم الملك همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا هكذا يقول الإمام الشافعي ترى المذلة كفرا وهكذا أنا أرى الحرية عندي الذل عندي يساوي الكفر الذل عندي يساوي الموت حريتي ليست للبيع وذلك أنا في حديثي مع الشباب المقربين إليه دائما نذكرهم بمبادئ من مبادئ حياتي أقول تبنوا هذه تعلمتها من تجارب طويلة في الحياة تعلمت أن حريتي ليست للبيع وبالتالي أنا هنا أتكلم عن قضية خطيرة أنا أتكلم ليس فقط عن قضية أن والله الحرية لا أنا أتكلم حتى الوظيفة حتى الوظيفة أنا أقول يعني سامحوني على الجرأة أقول هناك أعمال حرة وهناك أعمال عبدة وإيش العكس الأعمال الحرة في القديم كان هناك شيء يسمونه العبيد الرقيق من هو العبد العبد هو شخص يتحكم فيه شخص آخر يتحكم فيه تماما ممنوع يتصرف العبد إلا بإذن سيده ممنوع يسافر إلا بإذن سيده ممنوع يدخل ويخرج إلا بإذن سيده ممنوع يتخذ أي قرار إلا لما يرجع لسيده اليوم نجد للأسف بعض الموظفين عبيد هكذا هل يستطيع أن يسافر بدون إذن سيده هل يستطيع أن يتخذ أي قرار بدون إذن سيده هل يستطيع أن يخرج ويذهب للطبيب بدون إذن سيده عجيب لا تقبلوا بالعبودية إذا عملتم في أي عمل لابد أن تحترموا أنفسكم لابد أن تحترموا حريتكم لابد أن يكون لكم قراركم ولا العمل كلما يسوى فهذا معنى أصيل من معاني الحرية مبدأ من مبادئ حياتي الحرية ليست للبيع لا مساوى مع الحرية ولن أقبل أن يتحكم في أحد فالله خلقني حر وحياتي أن أستمتع بهذه الحرية مما حدث معي قضية تتعلق بالحرية تذكرون الرسوم الكرتونية الشهيرة هذه التي أساو فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك فأذكر أن أخي الحبيب أبو علي عمر خالد دعاني وأخي الحبيب الشيخ الحبيب الجفري دعانا للمشاركة معه في الحوار مع أهل الدنمارك وأخذ معه مجموعة من الشباب هذه فكرة جميلة جداً 25 أظن شاب وفتاة يحاول 25 شاب وفتاة من الدنمارك وكان لها آثار كبيرة وكان الحضور أكثر من 80 قناة فضائية وصحف ووسائل إعلام عالمية حضروا هذا اللقاء فالأخوة الأفاضل تكلموا بما فتح الله عليهم فلما جاء دوري كان طبعاً كل الكلام عند أهل الدنمارك مستغربين يعني إحنا ليش ثائرين فبدأت أن الأمة كلها ثائرة والأمة كلها غاضبة وأريد أن نوضح لماذا نحن غاضبين نحن غاضبون ليس لأنكم عندكم حرية نريد أن نمنعكم منها نحن ما عندنا مشكلة أن تقولوا ما تشاءوا أن تعبروا عن ما تشاءوا نحن ليس لنا قضية ضد حرية التعبير ما عندنا إشكال حتى لو كفرتم بالله حتى لو اعتردتم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا في القرآن موجود الله سبحانه وتعالى ينقل عن الذين عارضوا أنه قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه مجنون نقلت في القرآن بل الله عز وجل ينقل في القرآن الكريم أنهم يقولون قل إن كان للرحمن ولد يقولون أنه له ولد فيرد عليهم ما عندنا مشكلة أن يعبر الإنسان عن رأيه لكن عندنا مشكلة أن تعبر عن رأيك بسوء أدب فنحن جئنا إلى الدنمارك لا لنعترض على حرية التعبير لديكم لكن لنعلمكم إن كنتم قد نسيتم الفرق بين حرية التعبير وأن تقول ما تشاء لكن تحترم المقابل ومقدسات المقابل تحترم الأدب وأنا أتمنى من شبابنا اليوم بالذات أنهم عندما يحاوروا الأديان الأخرى أو ينتقدوها كتابة أو قولا أو نقاشا وحوارا أرجوكم قولوا ما تشاء يا شباب لكن انتقد حتى اليهودية انتقدها علميا وانتقدها بأدب هكذا مبدأ الحرية لدينا قل ما تشاء الحرية التعبير محفوظة لكن بحسن الأدب نزيد من هذه المعاني بعد الفاصل أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع برنامجنا علمتني الحياة وحلقتنا اليوم تدور حول معنى مقدس معنى الحرية نحن نعيش في بعض بلادنا فيها نوع من حرية نسبية يعني نحن في الكويت الحمد لله تم اختيارها الدولة الأولى في العالم العربي في الحرية والشفافية لأول مرة نسبق لبنان لكن ليس كل الدول تتمتع بهذا في العالم اليوم أكثر من 150 دولة يعني ثلثين العالم ليس فقط الحريات مكبوتة وإنما ثلثين العالم يستعملون التعذيب يديرون شعوبهم بالأذى بالعذاب هنا نتكلم عن قضية تجاوز قضية الحرية إلى قضية سلامة الجسد أصلا يعني أن يعيش الإنسان أصلا دعكم أن يعيش بحرية يعيش الإنسان فنحن لما نتكلم أحيانا نعيش في بعض الأجواء الديمقراطية وكذا نعيش أحيانا بترف وننسى النعمة العظيمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا ثلثين العالم لا يتمتعون بهذه المسألة وواحدة من أهداف حياتي أن أعيش لنشر الحرية بين الناس وأن أربي جيل كامل يقدس الحرية ومستعد أن يضحي من أجل الحرية طبعا الحرية التي نتكلم عنها نحن نتجاوز قضية الحرية يعني بالمفاهيم السياسية فقط إلى جوانب كثيرة وذلك أنا أعرف الحرية تعريف خاص بي هكذا بعد ما تأملت في عشرات الكتب والمقالات والأفكار في قضية الحرية فتعريفي للحرية هو قول وفعل ما لا يضر بأدب هكذا باختصار أن تقول ما تشاء أن تفعل ما تشاء بشرطين الشرط الأول أن لا تضر أحدا فحريتك تتوقف عند أذى الناس والشرط الثاني أن يكون كما ذكرنا في قضية الدنمارك بأدب قل ما تشاء لكن قله بأدب هنا طبعا قضية الحرية هي ليست فقط قضية سياسية أنا أتكلم عن المدير الذي يدير شركة وهو ديكتاتور نحن للأسف على فكرة يعني شعوبنا شاطرة في قضية النقد والتنفيس عن الاحتقان اللي موجود في نفوسها فالكلام كله عن السياسة لكن هؤلاء نفسهم الذين ينتقدون لما يدير لشركة يديرها بالدكتاتورية لما يدير بيتها منزلة الأولاد ليس لهم رأي ولا يؤخذ رأيهم في شيء وليس حتى في القضايا الخاصة به ليس له أن يقرر هذه مصيبة لما تكون الأمور وقيسوا على هذا كل الحياة أنا لا أتكلم فقط عن الحرية السياسية وهنا أريد أن أطرح مفهوم لعله غريب عند بعض الناس لكني وصلت إليه بالتأمل مما علمتني الحياة وعلمني الشرع والتأمل العميق في الشرع أن نحن كدعاة للإسلام مطلبنا الأول قبل تطبيق الشريعة المطلب الأول هو الحرية للناس شوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دعا قريشا لأن يسلموا ورفضوا وحاول معهم ورفضوا ماذا طلب منهم؟ قال خلوا بيني وبين الناس يعني لا تريد أن تسلموا أنتم أحرارا لست عليهم بمسيطر لا إكراه في الدين ما يجوز لك تجبر أحد على هذا الدين فما المطلوب؟ المطلوب خلوا بيني وبين الناس اتركوني أدعو اتركوا الناس تتكلم اتركوا الناس تقول ما تشاء بالشرطين الذين ذكرناهم قضية أدم إضرار وقضية استعمال الأدب في كل ما تقول وتفعل إذن مفهوم الحرية هي ضبط للأخلاق الأدب هذا ما هو مفتوح لكن إطلاق حرية التفكير وحرية التعبير وطبعا هناك أنواع من الحرية حرية السياسية حرية التحرك حرية التصرف في المال هذه يعني احنا يمكن بعضنا يعتبرها بديهيات البديهيات يمكن لأن بلدك تعيش فيها لكن في كثير من البلاد هذه ليست بديهيات هذه ليست بديهيات حتى الأموال ليست بديهية الدول التي تعيش اشتراكية ولا شيوعية ولا تأميم ما عندها فجأة تشوف أموالك طارت من إيدك هكذا الناس فقدت حريتها حتى في تربيتها لأولادها أحيانا تفقد حريتها فالحرية بالنسبة لنا أمر عظيم جدا وسئلت كثيرا لماذا العالم العربي ضعيف في الإبداع فكان جوابي أنه بالمقارنة السريعة مع الغرب وبالتأمل في أعماق علم الإبداع وقد تأملت فيه وألفت فيه وجدت مبدأ رئيسي رئيسي احفظوا يا شباب لا إبداع بلا حرية ما يمكن يحدث الإبداع في أجواء ديكتاتورية عشان أبدع لا بد أن أفكر بطريقة مختلفة لا بد أن أجرب أشياء لم يجربها أحد لا بد أن أن أنظم الأمور بطريقة ليست موجودة إحنا في بلادنا يا ما أسهل ما يقول لك يا أخي القانون يمنع ليش يمنع ليش يمنع والله أنا في كل مكان أذهب في الدوائر الحكومية أصادف يعني ليس في بلد واحد في عدة بلاد أصادف عوائق فأسأل الذي يضع هذا العائق أقول له ليش يقول له القانون يمنع أقول له طيب هذا القانون ما الحكمة وراءه طيب أنا مستعد أوافق على هذا القانون ما البديل اللي أنا ممكن أعمله ما فيه لا بديل البديل يعني إبداع والإبداع ممنوع لأن القانون هو كده يعني القانون ممنوع لا يمكن لأي شركة أن تطور إبداعها ولا دولة ولا مدرسة ولا جمعية ولا حتى جماعة إسلامية لا يمكن إذا كانت القوالب مصبوبة والمفاهيم ثابتة وما في مجال للتغيير كيف تحدث إبداعات في مثل هذه الأجواء ما يمكن تحدث أصلا أي إبداعات عشان نبدع أول مبدأ هو اترك الناس وفكر هناك طريقتين في التفكير طريقتين في التفكير هناك طريقة نسميها متسلسلة منطقية sequential logical يسموها أيضا رأسية vertical في هذه الطريقة أنت تتواجه أي مشكلة تمشي في المنطق يطلع لك حل واحد واحد زاد واحد ساوة اثنين لما تحط سلسلة من الأرقام واحد أربعة تسعة ستة عشر ما الرقم الذي سيأتي بعد هذا وهو خمسة وعشرين والسبب أنه واحد ضرب واحد يعطي واحد اثنين ضرب اثنين اربعة ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة اربعة ضرب اربعة ستة عشر إذن خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين هذا التفكير نسميه تفكير رأسي منطقي هناك نوع آخر من التفكير نسميه التفكير الإحاطي أو الجانبي أو الأفقي هذه أسماء في هذا النوع من التفكير لا يوجد جواب واحد لا يوجد جواب واحد عندما أرسم لك خط بهذه الصورة ما هو هذا هل هذا حبل ولا هذا جزء من وجه كلها صح ليس له جواب واحد كلها صح احفظوا جيدا في علم الإبداع نحن نفكر كبشر ثمانية وتسعين بالمئة من الوقت بالتفكير المنطقي اثنين بالمئة فقط من الوقت نحن نفكر بالتفكير الإحاطي أو الجانبي واحفظوا جيدا لا يحدث الإبداع مدام التفكير منطقي متسلسل التفكير الإبداعي يحدث فقط عندما نفكر بالطريقة الجانبية الأفقية ليش تفكير المنطقي يعطيني جواب واحد إذن أين الإبداع ما في نتيجة واحدة الكل سيصل إليها الإبداع هو أن تأتي بجديد عشان تأتي بجديد لابد أن ترى الأمور بزاوية مختلفة أن ترى ما لا يراه الآخرون أن ترى المألوف بطريقة غير مألوفة إذن وهذه على فكرة كلها من تعاريف الإبداع فإذا فكرت بكل هذا ستجد أن الإبداع لا يحدث إلا في هذا النوع من التفكير وهذا التفكير لا يحدث عندنا إلا 2% من الوقت وبالتالي عشان أمارس هذا أحتاج أن أعطى الحرية مرة أحد الأساتذة أعطيكم قصة لطيفة أخرى كنت أنا مرة في الطيارة مع جمعية المعلمين رايحين للعمرة ومأخذي معهم الأسر المعلمين فكان في مجموعة من الأطفال وأنا أحب دائما ألعب مع الأطفال وأعطيهم الغاز وكذا هذا من متعي في الحياة فجلست مع واحد من الأطفال وسألت أسئلة كذا سريعة فأسئلة جديدة عليهم ما هم متعودين عليها فعلمتهم طبعا الهدف من هذه الأسئلة هو تحريك الذكاء والإبداع بعدين واحد منهم أعطاني هو سؤال ولغز فجاوبته فقال لي غلط دكتور قال ليش يا والدي غلط قال الحل هو كذا قال لي طب حلك صح وحلي صح قال لا ما يصير حلين صح ليش ما يصير حلين صح ليش ليش ما يصير حلين صح الحياة فيها حلول صحيحة كثيرة لاحظتم لما يكون بس حل الأستاذ هو الصح بس الحل اللي مكتوب في الكتاب والمنهج هو الصح تقتل الحرية ويقتل الإبداع لا إبداع بلا حرية حفظوها مزيد من علمتني الحياة ومفهوم الحرية وخاصة في الإسلام بعد الفاصل إن شاء الله أحييكم مرة أخرى مع حلقاتنا حول علمتني الحياة وحلقة اليوم حول الحرية لا بد وأنا أتكلم عن موضوع الحرية أن أشير إلى شبهة تدور حول الإسلام وهي قضية الرق وأقول لكم شيء يعني أنا شخصيا عقلي لا يسمح لي أني أتجاوز أي قضية إلا بأن أتأمل فيها يعني لا أقبل بعض الناس يعني سكتك المتين أو يعني يأتيه نص ولا كذا فيسكت عقلي لا يتحمل هذا لا بد أن أفهم من صغري هذه المسألة فكانت قضية الرق الحقيقة تشكل بالنسبة لي يعني هاجس يعني الإسلام بعظمته وبيعني منطقيته ومنهجيته لماذا لم يلغي الرق لماذا بقى الرق في الإسلام وما ملكت أيمانكم يعني لماذا بقيت هذه المسألة وكنت يعني أقرأ بعض الإجابات ولا أسمعها وأسكت يعني لكن ما كنت مرتاح إلى أن تأملت بنفسي في منهجية الإسلام في التعامل مع القضايا طبعا هذا موضوع كبير جدا وواسع لكن اسمحوا لي أخذ دقائق لخطورة هذه المسألة وعلاقتها بالحرية كلمات سريعة جدا وإلا يحتاج حلقات فعلا هذا الموضوع حتى نزيل هذه الشبهة تماما من الأفهام أولا لا بد أن نفهم أن الإسلام له منهج متدرج عندما تصل إلى قضايا التشريع في قضايا العقيدة ما في تدرج يعني ما في تدرج في أن الناس تفهم الله يعني العقيدة بالله والإيمان بالله ما في تدرج الله واحد ما في تدرج في هذه المسألة يعني ما الله كان يعبدوا ألف خليهم يعبدوا ميتين خليهم يعبدوا عشرة بعدين يعبدوا ثلاثة بعدين يعبدوا ما في تدرج في قضايا العقيدة ما في تدرج لأن العقيدة واضحة وأصولها ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا مجال للخلاف فيها في الأصول فروع العقيدة في مجال أما التشريع فالإسلام له منهجية أنه يتعامل مع كما يقول عمر بن عبد العزيز أمر شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير يعني الناس تعودوا سنين على هذه المسألة ودارت حياتهم حول هذه المسألة يعني مثل واحد يقول خلينا نلغي النظام الربوي اليوم بكرة طيب لو ألغيت بكرة ستنهار حياة الناس لأنه لازم توجد البديل الكامل الشامل الذي يغطي كل حاجات الناس وأنت ما عندك هذا البديل الجاهز الآن وسينبني على هذا قضايا ومشاكل طيب موضوع واسع لكن إذن خلونا بس نأصل أن الإسلام كان عملي جدا عندما يأتي لقضايا التشريع يأتي بالتجرج ففي الخمر كان في قضية تجرج في الجهاد كان في قضية تدرج جاء في قضية الرق الناس ما تفهم معنى أساسي في حياة العرب في ذلك الوقت ما هي التجارة الرئيسية ما هو الاقتصاد الرئيسي لجزيرة العرب هل هو الزراعة؟ أبدا هل كانت الصناعة؟ لا طبعا طيب ما هي كانت التجارة الشيء الرئيسي عند العرب كانت التجارة طيب ما هي المواد التي كانوا يتاجرون بها؟ أنت ما عندك منتجات صناعية ما عندك منتجات زراعية ما عندك شيء بما تتاجر كانت التجارة الرئيسية عند العرب هي العبيد هذا كان اقتصادهم قائم على العبيد اقتصاد كامل قائم على هذا النظام وطبعا تفننوا فيه فأوجدوا طرق أكثر وأكثر تجار طرق أكثر وأكثر للحصول على هذه المادة الخام اللي اسمها العبيد حتى يتاجروا بها طبعا كان لهم عدة طرق للحصول على العبيد منها الحروب يغزوا قبيلة يأخذ بناتهم وأولادهم وكذا يحولهم أسرى يحولهم رقيق طريقة ثانية وهذه كان طريقة كبيرة جدا من أكبر الطرق لإيجاد المزيد من العبيد أن الواحد يأخذ لمئة جارية مئة عبدة يعاشرهم وأولادهم يصيروا عبيد يستولدوا العبيد فكان هذه طريقة أخرى رئيسية تتم بها المسألة الشغلة الثالثة كانوا يسرقوا الأحرار واحد شافوه ماشي في الشارع في الطريق مسافر وحده يهجموا عليه يأخذوا حوله إلى عبد بيعول قبيلة بعيدة وحدث هذا مع سلمان الفارسي وحدث مع آخرين رضي الله عنه فهكذا كانت الحياة عندهم والاقتصاد كل قائم على هذا ماذا فعل الإسلام؟ كان عملي في قضية التشريع هدف الإسلام هدف واضح جدا إلى إلغاء الرق أرجو أن لا تشكوا في هذه المسألة لكن كيف يلغي الرق؟ أيضا بالتدرج فجعل هناك نظام الوقت طويل في هذه المسألة لكن أنا أعطي بعض الأنظمة السريعة أولا فتح باب ضخم جدا اسم تحرير العبيد تحرير العبيد يتم كما تعرفون في أسرى بدر مثلا أسرى الآن من حق أن يدفع فدية فيتحرر يعلم عشر من أبناء المسلمين فيتحرر الدولة ولا القائد يعفو عنه فيتحرر هذا باب كبير منع كامل أي امرأة عبدة تلد يصبح أولادها عبيد أغلق هذا الباب ابن الأمة يصبح حر فأغلقنا باب كبير جدا أي دولة حاربنا لا تأخذ أسرانا عبيد ما نأخذ أسراها عبيد في الحالة الوحيدة لنأخذ أسراهم لما يأخذوا أسرانا المعاملة بالمثل وهذا منطق معروف عند كل البشر ثم فتح باب الفضل في إطلاق العبيد الواحد يعمل ذنب تحرير رقبة أحيانا شغلة صغيرة جدا واحد يقسم قسم يريد أن ينفك من هذا القسم يحرر عبد بعض الناس يقولك صيام ثلاث أيام ولا طعم عشر مساكين لا أولا إذا في عبد تحرر عبد إذا عندك القدرة تحرر عبد هذا أول إذا ما استطعت تروح تصوم ثلاث أيام ولا تطعم عشر مساكين إذن صارت المسألة أكثر من هذا ماذا يمكن أن نفعل ثم فتح باب أعجب من هذا وأكبر وهو باب المكاتبة وهذا في القرآن الكريم موجود فكاتبوهم ما هي المكاتبة يأتي العبد إلى سيده يقول أنت كم دفعت فيه اشتريتني بكم والله بألف أنا أعطيك ألف وصير حر العبد يقول لهذا طيب العبد ما عنده فيكتب بينه وبين سيده عقد كتاب كتاب أني خلال مدة معينة سأسدد هذا المبلغ الذي عليه ويروح يعمل يصير حر نسبيا يعمل لأنه لو حررت بدون ما تعطي هذا السيد أمواله ماذا فعلت أنت جعلت الناس دفعوا فلوسه وراحت فلوسهم فللتعويض عمل باب المكاتبة وخلى العبيد هؤلاء منتجين واسمعوا جيدا لا يجوز للسيد أن يرفض المكاتبة إجبارية على السيد إلا في حالة واحدة أن يثبت للقضاء أن عبد هذا مجرم ولو أطلقته رح يسبب جرائم تخلوا عندي أنا أسيطر عليه فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم هذا لفظ للواجب لفظ واجب ليس تطوع فعل أمر يفيد الوجوب ماذا حدث إذن الذي حدث أن الأمة لم تلتزم بالدين لو استمرت الأمة على هذا المنهج خلال سنين قليلة كان سيتغير الاقتصاد إلى شيء آخر وتنتهي قضية العبيد لكن بعد ما انتهت فترة الخلفاء الراشدين وبدأ الأمويين يتوسعوا في الجواري ويتوسعوا في العبيد وبدأوا بعض الفقهاء يزينوا لهم مثل هذا ونسى الناس هدف الإسلام من المسألة ثم تطورت المسألة أكثر وأكثر في عهد الأيوبيين ماذا فعلوا شيء أعجب وأعجب في عهد الأيوبيين جماعة صلاح الدين الأيوبي بعد صلاح الدين توسعوا في ماذا؟ في شراء العبيد بدأوا يشتروا العبيد بالآلاف يشترهم من وين؟ يشترهم من أوروبا ومن روسيا ومن الشركس ومن غيرهم يشترهم شراء بالآلاف وتلقى السيد من سادة الأيوبيين يشتري إلى عشرة آلاف عبد ويحولهم إلى جيش والجيش له طبقات وله قيادات تسامعين طبعا بدولة المماليك ما هي دولة المماليك؟ ثاروا هؤلاء المماليك على الأيوبيين وسيطروا على الدولة وصار الذي يحكم الدولة هم العبيد المماليك وذلك لما جاء العز بن عبد السلام يسمونه بائع الملوك ماذا فعل؟ أعلن فتوى قال هؤلاء الذين يحكمونه قطزوا أيبك وغيرهم هؤلاء كلهم لا يجوز لهم الحكم لأنهم عبيد مماليك لازم يتحرروا أولا ثم يجوز لهم أن يحكموا فجاءوا لها قالوا لا احنا يعني صحيح عبيد وما تحررنا لكن احنا الآن نملك قالوا أنتوا عبيد لا يجوز لكم تملكوا قالوا طيب كيف الحل؟ قالوا لازم تباعوا وتتحرروا بعدين تملكوا ملوك يملكوا الدولة فرفضوا فثار هو وثار الناس عليهم فشافوا ما في حل قالوا طيب احنا مستعدين نحرر أنفسنا ندفع قال لا ما تدفعوا أنتم أنا أبيعكم وأقبض ثمنكم لأموال الناس للفقراء والمساكين وغيرهم وظل وراءهم إلى أن خضعوا له ولذلك يسمى بائع الملوك باع هؤلاء الكبار باعهم وأخذ أموالهم وجعلها في أموال الدولة تنفق على الدولة وعلى الفقراء لا حطوا هي القصة إذن ما هي عبيد من كثرتهم صاروا جيوش من كثرتهم سيطروا على الدولة هل هذا هدف الإسلام عكس هدف الإسلام تماما الآن بس أختم هذا المسألة بأمر اليوم للأسف ليس على أيدينا على أيدي الغرب تم تحرير العبيد فتحقق هدف من أهداف الإسلام تحقق هذا الهدف ليس على أيدينا للأسف لكن تحقق ما في مجال للعودة للعبيد مرة أخرى أنا أسمع بعض إخواني الفقهاء يبدأ يتكلم فيها المسألة والله قد في المستقبل نعيد العبيد لا لا ما نعيد العبيد مدام تحقق أمر من أهداف الإسلام كيف نعيده مرة أخرى يجب نحن نكون أول ناس نرفع الراية برفض عودة هذه المسألة المخالفة للدين أصلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا كلمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالها لمن قالها لعمر بن العاص القصة باختصار أن ابن عمر بن العاص في مصر كان عمر بن العاص والي مصر أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين ابن عمر بن العاص يتبارى مع ابن لقبط مسيحي في مصر يتبارون بالخيل ففاز القبطي فقام ابن عمر ضربه فاشتكى لعمر فلم ينصفه فالقبطي أخذ ابنه وذهب إلى عمر بن الخطاب في المدينة يعرفون عدل الإسلام فوصل إلى المدينة فقال جيبوا لي عمر وابنه فجاءوا بهما فسألهم عن القصة فأثبتوها نعم وقاع ثابتة فقال لابن القبطي اضرب من ضربك فظل يضرب يقول حتى شفيت نفسي فقال له عمر بن الخطاب انزل بالعصى على صلعة عمر فعمر بن الخطاب عمر بن العاص قال ليش أنا ماذا فعلت قال ابنك ما تجرع على هذا إلا لما عرف أن أبوه هو الوالي فلما يعرف أن حتى الوالي ما له شأن في قضايا العدل الكل سواسية قبطي وقاء الدولة كلاهما سواسية انزل بها على رأس العمر فقال القبطي أنا ضربت من ضربني واكتفيت فقال تأكد أنه اكتفى فالتفت إلى عمر فقال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا هذا أصل من ففاهم الدين أجو أن تعيده إلى حياتنا من جديد فاصل ونعود أرحب بكم مرة أخرى ما علمتني الحياة وحلقة الحرية تأملت في أوضاع أمتي فوجدت أن هناك جيل الآن كبير في السن نشأ والأمة مستعمرة نشأ في أحضان الاستعمار بعضهم رفض هذا الاستعمار وتحداه بل قاتله حتى حرر بلده وبعضهم تعامل مع هذا الاستعمار وتفاهم معه إلى أن وصل بالتفاهم إلى الاستقلال وبعضهم كان يعمل عند الاستعمار كان جزء من هذا الاستعمار والكل للأسف كان تأثر بشكل من الأشكال بهذا الاستعمار بهذا الاستبداد اليوم نحن عندنا جيل جديد لم ينشأ في أحضان استعمار والحمد لله صحيح عندنا مشاكل أخرى لكن قضية الاستعمار من أسوأ ما يصيب الأمم والحمد لله نحن استقلينا وإن كان مشاكلنا ما زالت كثيرة لكن كون استقلينا معناها في عندنا جيل الآن ينشأ ليس في أحضان استعمار وهذا تبدل رئيسي في الأمة من أكثر من مئة سنة على كل حال أريد أن نتحاور مع الشباب اللي معاي في الاستوديو حوار سريع أسألهم سؤال واحد أنتم جيل الشباب أنتم بالذات ما شاء الله متميزين لكن نحن نتكلم عن جيل شباب كامل كيف نزرع في نفوسهم حب الحرية ورفض الاستبداد بكل أشكاله فخلونا نأخذ بعض الحوارات في هذه المسألة نبدأ بأحمد كيف يتعني زر الحرية في الجيل الجديد طريق التعلم من الوالدين من المدرسة من الناس اللي كانوا قبلنا وسوقونا نعم بالمفاهيم الدينية بالتعليمية كثير من الطرق فأنت تركز إذن على قضية التربية والتعليم بالذات في المدرسة والبيت هم الأصل في زرع هذه المسألة فإذا كان الأبوين ما عندهم هذا التقديس للحرية ما عندهم هذا المعنى على فكرة كثير من الأسر في البيت نفسه استبداد ما في الولد والبنت ما عندهم أي حرية حتى يقول راية تسكيت ومخرس وسكت هذا جاهزة فكيف سيربوهم على الحرية فأولا يبدأ أن يتعدى البيت وأيضا طبعا أقولكم قصة على قضية المدرسة دعيت إلى أحد المدارس في العالم العربي دون تسمية قالوا إحنا المدرسة الوحيدة التي تدرس مادة اسمها الإبداع قلت أوه جميل جدا لأن أحب هذا الموضوع ودرسه فقلت أنا أريد أحضر هذا الفصل فحضرت فإذا صف بالثالث ابتدائي فالأستاذ يدرسهم الإبداع بطريقة الغاز والتفكير المختلف قلت جميل جدا فأعطاهم لغز من يجاوب فالكل أستاذ 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 فقال أسكت 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 أنت تكلف يا سلام يا سلام على تعليم الإبداع يا سلام مشكور يا أحمد مالك إيش رأيك أنا أتوقع دكتور أن السبب الرئيسي أن الوالدين يزرعون في أولادهم أن حرية التعبير عن الرأي نعم وأن يشركون أولادهم في اتخاذ القرارات المنزلية جميل يعني أن ما يحجرون على أولادهم أسكت لا أعطى الحرية أن يتخذ القرار مع الأب وأن الأب يشارك يعني ولده في اتخاذ القرار طيب فإذا أنت تركز على أمرين في الأسرة يعني أنت ما زلت وهذا معنى صحيح أن الأسرة هي الأساس وهي المبدأ في هذه المسألة وأن تركز على قضيتين وكلاهما صحيح الأمر الأول اتركوا لأولادكم الفرصة في التعبير عن أنفسهم حتى لو قالوا آراءه غلط كيف ستعرف ما فيه نفسه إلا تسمع له والأمر الثاني أشركوهم في اتخاذ القرارات عندنا عندنا صحفي طريف محمد مساعد الصالح يقول أنا أؤمن بالديمقراطية العربية فيقول لما صار الصيف قررت أني أشاور كل الأسرة في اختيار مكان السياحة في الصيف فجمعت كل الأسرة يعني زوجتي وأولادي حتى الخدامة عطيتها صوت فقلت لهم يلا اختاروا أين تريدوا أن تذهبوا في الصيف فيقول فكلهم اتفقوا أن يريدوا يذهبوا إلى جينيف ما عدا أنا والخدامة اخترنا نذهب إلى دبي فرحنا دبي فهذه الديمقراطية هذا الحر ليس فقط أن تسمع ليس فقط أن يعني يبدي رأيه وأنما فعلا يشترك في اتخاذ القرار احنا عندنا على فكرة وهذا ما علمتني الحياة عندنا في البيت لما نجتمع كأسرة نتخذ قرار الصغير والكبير صوت واحد وكثيرا يغلبوني وصوته شيء ثاني أمر إلى الله فهذا جزء من التربية اللي يجب أن نصبر عليها ونتحمل نتائجها عمار قل لي رأيك نصعد في العمر الشوي إذا غرس في الشاب والشاب أدرك تماما حقيقة عبوديته لله عز وجل الواحد فقط لا غير نعم رتقت نفسه إلى مصافي الأحرار نعم فطالما تعلقت نفسه بالله عز وجل وأن الأمر بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد وأن الرزق من الله عز وجل وكما قال الإمام الشافعي فإن عشت لا لست أعد موقوتا أو قبرا لست أعد موقوتا ولا قبرا نعم فبيبدأ ينطلق من هذا الأساس فإذا أنت تركز على المعنى العقائدي في المسألة أين عز وجل؟ وأنه حقيقة الحرية حقيقة الحرية أنا لأخصها بكلمة حقيقة الحرية لا إله إلا الله هذا حقيقة الحرية فما يكون أحد عندك في مرتبة الألوهية أو السيطرة إلا الله شكرا يا عمار عشان الوقت بس سامحونا نكتفي بهذا القدر من الشباب ومعاني كلها ذكرتوها جميلة أنا أحب أن أختم كالعادة بحكمة عطائية لها علاقة بموضوعنا بعمق هذا الموضوع الحكم العطائية عبارة عن حكم إيمانية ذكرها ابن عطاء السكندري نحن نأخذ حكمة في كل حلقة حكمتنا اليوم يقول ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع يقول باختصار أنت حر من كل شيء أنت تمنع نفسك منه يأست منه لأن اليأس من الشيء دليل على أن القلب فارغ من هذا الشيء إذا تعلق إنسان قلبه في امرأة يريد أن يتزوجها سيصبح متذلل لها طبعا لما يحصل على بعدين سيطر عليها لكن المعنى هنا أنه سيكون عبدا لها ما دام قلبه متعلق بها إذا يعس منها زال هذا الأمر وذلك عين الحرية عين الحرية أن القلب نفسه ما هو متعلق ما هو متعلق لا بحاكم ولا بحزب ولا بتاجر ولا بماله فبالتالي أنت حر وهذا كما قلت عين الحرية والطمع في الشيء دليل على الحب لهذا الشيء وفرط الاحتياج لهذا الشيء وذلك عين العبودية حقيقة الحرية خلي قلبك ييأس فإذا يأس القلب أن هذا الأستاذ يستطيع أن يضرني أو ينفعني أو هذا الحاكم أو هذا التاجر أو رئيسي في العمل ما يستطيع ولو أنه أهل الأرض جميعا اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وبالتالي أنا لما أتعامل مع الشرطي أتعامل بكل احترام لكن ما في أي ذل أنا أشوف بعض الناس لما يخالف ويبدأ شرطي يمسكه يبدأ يترجع ويقول ما في ذل لأن القلب يائس أنه يستطيع أن ينفعه ويضر وكذلك لما أتعامل مع صاحب قرار ولا صاحب مال ولا صاحب سلطة كلهم من نسبة لله هباء فعلقوا قلوكم بالله ويأسوا مما عند الناس تصفى القلوب وتتحرر وإذا تحرر القلب من التعلق بأي شيء تحرر الإنسان من كل شيء فيرجع إلى أصل الحرية لا إلهة إطلاقا يقول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه شهوته وأهواء سيطرت عليه صارت هواه إله مكان الله عز وجل فإذا تحررت الأهواء ولم تتعلق القلوب إلا بالله عندها تحدث الحرية الكاملة لا إله إلا الله رمز الحرية الكامل شكر الله لكم حسن متابعتكم وإلى حلقة جديدة من علمتني الحياة سودعكم الله السلام عليكم وإلى ما طمحت إلى غاية ركبت المنا ونسيت الحذر ومن لا يحب صعود الجبال يعيش بهذا الدهر بين الحفر ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها والدهر كذلك قالت لي الكائنات وحد ثاني روحها المستدر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم